السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين شهيوات ام العربي دائما في إطار وصفات القوتي اليوم سأعطيكم واحد شهيوات كاليك جي رائع بزر وديالها هي ديال هذا الوقت يعني الصاد والحر فانتمنى يعجبكم الفيديو دائما إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا الفيديوات ديالي مع عليكم إلا تديروا لايك واشتركوا بالقناة قناة شهيوات ام العربي بجدائما توصلوا بكل جديد شكرا لكم بزر شكرا لكم من القلب هذا تشيزكاك اللوتوس يعني بطريقة سهلة مبسطة بزاف وكي يجي راقي ومدق ومنظر البنات دوز المقادر وطريقة التحضير بإذن الله فندوز على بركة الله المقادر وطريقة التحضير فغادي ندوز غنوجود واحد الكريمة اللي هي ديال هذا تشيزكاك اللوتوس اللي هنحتاج فيها جوج علب ديال الكريمة او القجدة الطرية 400 ميليليلتر هالبواء هاد نعره كانوا ثلاثة ولكن هنستعملت غير جوج 400 ميليليلتر من القجدة الطرية اللي غاد ينضيف لها علبة ديال جوبنات الماسكاربون والبنات بالنسبة الماسكاربون ممكن نعوضوها يبجبلي فيلادلفيا او لا ديال جوبنات الماسكاربون ممكن نعوضوها بعلبة ديال اجوج علب ديال الشانتية 400 ميليليلتر ديال الحليب بالنسبة الماسكاربون هذا كيف قلت لكم ممكن يا اما جبلي اما فيلادلفيا اما واحد من قطاع جوبن مربع واي جوبن كريمي عندكم في البيت يكون كريمي فقد نخلط هذه المكونات بالطراء بالكهربائي حتى اطلع لنا الكريمة غير واحد شوية فهنا كيف كتشوفوا قلبت الايناء لانه كان غارق بزر وما تخليش في الخلاط الكهربائي فقد نبقى نطلعها على هات الشكل يعني حتى تولي لي واحد الكريمة شوية قاب تفرصها من بعد غادي نولي نضيف لها واحد نصف علبة ديال حليب مركز محلة اللي ما بغاش يديره ممكن عوض في هاد المرحلة غير بسكار ولكن هو تحتوى حد القوام اللي رائع بزاف بزاف فهنا هندير النصف علبة ديال حليب مركز محلة غير لها ديال حليب ماشي كغامي لالبنات وغادي نطلع مزيان عو تاني حتى يطلع لي الخلط مزيان من بعد غادي نولي نضيف ليه واحد العلبة ديال فلون كغامل يعني الفلون كغامل العادي ولكن غير العلبة الكبيرة اللي كتكون بالسكر صافوا غادي نخلط مزيان مزيان حتى تولي عندي واحد الكريمة اللي قبطة فراسها شوية ما تدجيش بحل شانتية وإنما كريمة اه شان قول لكم كتبقار طبع شوية بعدين نزيد نخلط بالخلط الكهربائي مزيان 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 حتى تولي عندي واحد الكريمة اللي قبطة فراسها وغادي نحطها على جنب وندوزون وجدو البيسكويت ديالنا يعني اندبا غادي نبدو المونتاج ديال تشيز كاك ديالنا هانتو هذا هو القاوام ديال الكريمة غادي نحطها على جنب وغادي ناخد دبا واحد تبصيل اللي غادي نقدم فيه مباشرة غادي ندر فيه واحد السركل هنا خديت بيسكويت لاوتوس شوفوا البناتس هو البيسكويت لاوتوس هو الوصفة الاصلية معدكم شو بيسكويت لاوتوس ممكن عوض هاد البيسكويت لاوتوس ممكن تعاوضهم لبودوغ او لا اي بيسكويت عندكم غير يكون المدق ديالو شوية زوي باش تجيكم الوصفة زوينا فدبا غادي ناخد السركل ديالي نبدأ نضور هذه البيسكوي على السغكال ويقوم بالوقف فهو نضير السغكال ولنضرب السغكال والجمعي سنضطيع السغكال اما البيسكويت اللي سوف نضيفه في القاعدة المون فهو اللي نفزقه سوف نعمر طبقة السفلية فهنا كيف كتشوفو كنعمر اسفل ديال المون بالبيسكويت اللي مرتبه في الماء اللي كان نكون دوزته عفوا في الحليب السائل ومن بعد غدي ندير نصف طبقة ديال الكريمة ونقادها على الوجه مزيان وغدي ناخد عود ثاني البيسكويت وغدي نفزقه في الحليب وغدي ندير طبقة اخرى ديال البيسكويت وحكا ومن بعد طبقة الاخيرة ديال الكريمة فالفيديو راه موضح وشارح نفسها البنات فغدي ناخد كيف قلت لكم بيسكويت اخر وهنا غدي حاولوا غير تقطعوه جاع وغير حطوه غير عشوائي فغدي نرد الطبق بالحليب ومن بعد انا دي ما كان نقول الماء سافي وغدي نحط هاكا نصفه وندير الطبقة الثانية ديال الكريمة ممكن تقسموا هذا الكريمة على ثلاثة وديروا ثلاثة طبقات يعني طبقة بيسكويت طبقة كريمة طبقة بيسكويت طبقة كريمة وهكذا فكيف قلت لكم ممكن تقسموا ثلاثة طبقات ولكم الاختيار البنات مهم من هذا الشي كامل هو هاكا الكريمة اللي كتجي غزانة بزاف وكيفاش نوجدو هاكا في وقت قصير فهنا من بعد ما دخلت الثلاجة خليتها ثلاثة تسوي على البنات حتى بردت لي مزيان للأمانة انا درتها في المو هي ديروها في ثلاجة ثلاثة تسوي على لكن انا درتها في المو جميد وخليتها واحد جوز سوي على هاكا من بعد خليتها دلابات ديال اللوتيس والسبيكولوس اللي كتكون في القرعة ودوبتها في الباب ماغي وغادي نفرغها على الوجه ديال تشيز كاك ديالنا مني تدوب والبنات خليوها تدفى شوية عديروها فوق الكريمة سوف نحاول نقادها على الوجه نبسطها مزيان وغادي نعود ندخلها للتلاجة وهذا المرة غادي نخليها ساعة ساعة فقط وغادي من بعد ما نخرجها من المجميد فالتزيان كيبقى لكم على حسب الضوء اللي بغيتوا تزوقوا بها البنات زوقوا بها هادا تشيز كاك ديالكم فكنتمنى هادا الاقتراح ينال الريضا ديالكم وندوزو نشوفو طبق النهائي هذا هو الشكل النهائي البنات ديال اللوتوس او تشيز كاك اللوتوس ديالنا كتجي رائع بزاف انا اكتفيت غير بهادوك هادوك الشوكولات درتو على الدائرة ديال الساق الكامل واخديت ثلاثة قطع ديال البيسكويت درتوهم في الوسط كتجيز كاك وانتمنى الفيديو ديال يومي رقكم وانتمنى الريضا ديالكم وواتجربوه وهاد تشيز كاك لانه فعلا يجي رائع بزاف والله البنات حمق كاك اللي كلاها عندي فللأسف مقدرتش نقطعوا لكم علاش لانه كانوا عندي الضياب ومقدرتش نقطعوا لكم يعني وجدتوا المناسبة كانت عندنا عند ماما واذاكش علاش مقطعتوش في هاديك الساق اذا اعجبكم الفيديو اكيد ما تتبخلوش عليا ببارتاج الوصفة وديروا اللايك واشتركوا في القناة ديالي باش دائما توصلوا بكل جديد دنتو في حفظ الله ورعايته وانطلقوا في فيديو جديد بحول الله